خلينا اتكلم في جانب الزراعي بس الشهور المصرية القديمة اللي ما زال الفلاحين المصريين بيشتغلوا عليها المرصد ده كان علاقته ايه بيهم وزي كان بيخدم عليه الفلك بشكل عام كعلم في الحضارة المصرية القديمة كان ليه اهتمام كبير جداً ليه بقى؟ لأن المصرين القدماء احنا عارفين ان هي حضارة قيمة على الزراعة صحيح وضفة في النيل وبالتالي المصرين القدماء اهتموا بشكل كبير جداً بحركة الشمس والشروق والغروب والتقويم الشمسي وحركة الزراعة وتأسيم مواسم الزراعة والفيضان وكل ده كان ليه نظام دقيق جداً عند المصرين القدماء لأن كل حاجة كان ليها الترتيب بتاعها وأي خلل كان يمكن يحصل مشكلة كبيرة في المواسم الزراعية فده اللي خلالهم يهتموا بشكل كبير جداً بعلم الفلك ورصد الأجرام والنجوم وحركة الليل والنهار وتحركات الشمس من بدايات الحضارة المصرية القدمية شون يحدد وقت الحصاد يحدد وقت الزراع يحددوا السنة الشمسية أو السنة المصرية القديمة لتلتمية وستين يوم وخمس تيام زيادة اللي هما سموها أيام النسيق السمو السنة لتلات مواسم أساسية اللي هو موسم البزر وموسم الفيضان وموسم الحصاد اللي احنا بنسميه الشمو اللي احنا دلوقت بنحتفل به شم النسيم جاء من كلمة الشمو وبالتالي فكرة الاهتمام بالفلك وربط الفلك بالحياة اليومية ده كانت حاجة مهمة جدا في حياة المصرين القدماء سواء كانت الدولة اللي بترع عملية الزراعة والحصاد الاهتمام بالفلك والمراصد الفلكية لحد حياة الإنسان المصري القديم نفسه الفلاح اللي كانت حياته قيمة على ضفاف النيل بشكل منتظم فكرة الفيضان فكرة الزراعة وتنظيم عملية الزراعة اللي مرتبطة بفكرة الفلك المصر القديم اهتم جدا بحركة النجوم اللي احنا لحد النهاردة ماشيين بنفس السيستم النظام اللي هو كان شغال عليه زمان النجوم السبتة النجوم المتغيرة أحجام وحركة النجوم والكواكب لدرجة ان بعض النجوم زي الشعر اليمانية أو النجم القطبي هو قدر ان هو يرصدها ويرصد مكانها ويرصد تحركاتها والكواكب والنجوم الصغيرة اللي هو بيلف حوالين النجم ده وده شيء مبهر ان هو بآلات بسيطة جدا قدر ان هو يكتشف لنا العالم اللي فوق الأرض ده مهمة